أهلا بكم في ملفات استنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بحسب بيان لجيش الاحتلال وأدى القصف الذي سادف مسجدا ومنازل مدنيين في غزة إلى استشهاد فتن فلسطيني بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين بجروح كما تحدثت الأنباء عن ارتفاع حصيلة اليوم الأول من تجدد القصف الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة إلى خمسة شهداء في المقابل أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية استعدادها لما أسمته بحرب الاستنزاف لنيل الحقوق الفلسطينية فيما تبنت سراء القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق الصواريخ على إسرائيل من جهته عرب البيت الأبيض عن قلقه تجاه تطوراته في غزة اليوم ودع الطرفين للموافقة على وقف جديد لإطلاق أرى عاد دوي الغارات الإسرائيلية والتفجيرات يسمع في قطاع غزة من جديد بعد هدنة لم تصمد سوى 72 ساعة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل أول غارة إسرائيلية بعد التهدئة شنتها الطائرات الحربية على أرض زراعية في منطقة تل الهوى جنوب غزة والثاني على شمالي القطاع كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئ غزة وفي بيان لها تبنت صرايا القدس إطلاق ثلاثة صواريخ جراد على عسقلان وقصف مجمع أشكول بخمسة صواريخ وموقع ناحي العوز العسكرية بينما توعد مسؤولون إسرائيليون بمواصلة الحملة العسكرية على غزة بعد انهيار التهدئة وقال عضو المجلس الأمني الإسرائيلي المصاغر نفتالي بنت إن عملية الجرف الصامد لم تنتهي بعد وطلب بإعادة الوفد الإسرائيلي من القاهرة وفي الوقت الذي يحاول فيه الوسطاء المصريون الحفاظ على الخيط الرفيع من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين تعيد سيارات الإسعاف وصور الجرحى والمصابين الأذهان مشاهد من العدوان الإسرائيلي الذي تشدد على قطاع غزة واستشهد جراؤه طفل فلسطيني وبعد شهر من القتال الشرس والمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين تخطت حصيلة الشهداء الفلسطينيين 1876 شهيدا ثلثهم من الأطفال وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 64 جنديا وثلاثة مدنيين بصوريخ المقاومة وما زالت الأرقام في الجانبين قابلة للزيادة مع تجدد الصراع والقصف الإسرائيلي على غزة من قطاع غزة ينضم إلينا مدير مكتب الغد العربي هناك سيف الدين شاهين سيف إن كانت الهدنة أو مفاوضات الهدنة في القاهرة تراوح مكانها الآن هل هو الحال لعدوان الإسرائيلي الآن في هذه اللحظات على غزة أيضا؟ بذات الوتيرة موسى حقيقة الأمر يتعلق باستمرار عمليات الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف أراضي زراعية وكذلك منازل وبعض مواقع للمقاومة الفلسطينية الغارات الأربعة الأخيرة استهدفت مواقع لألوية الناصر صلاح الدين غرب رفح ثلاث صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه هذا الموقع بالإضافة إلى غارات وسط قطاع غزة وغارة إضافية في شمال الكطاع هذا يضاف إلى عدد آخر من الغارات طوال ساعات النهار منذ انتهاء وقف إطلاق النار الذي مضى عليه ثلاثة أيام سبقت بالتالي الغارات الإسرائيلية تجاوزت الخمسين غارة إسرائيلية بالإضافة إلى عدد من قذائف المدفعية أسفرت عن استشهاد خمسة فلسطينيين في ثلاث حوادث مختلفة بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين جريح فلسطيني هذا فيما يتعلق بعمليات الجيش الإسرائيلي إضافة إلى هذا عملية التحليق المتواصل والمستمر للطيران الحربي وكذلك طائرات الاستطلاع المقاومة الفلسطينية بدورها أطلقت ما يزيد عن خمس وسبعين صاروخا باتجاه البلدات الإسرائيلية مما أدى إلى إصابة اثنين من الإسرائيليين هذا فيما يتعلق بعمليات الرد المباشر من قبل المقاومة الفلسطينية لكن أبعاد هذه الصواريخ لم تتجاوز المدن والبلدات المحيطة المعروفة بغلاف منطقة غزة وبالتالي هذه صواريخ قصيرة المدى ودون المتوسطة ولم تصل إلى العمق ولكن أهم ما ميز هذا النهار أن كتاب القسام لحد اللحظة لم تقم بالمشاركة في عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه العمق الإسرائيلي قد يكون هذا في إطار احتفاظها بتصعيد الموجة في حال تمادة إسرائيل وبأنها يرتبط هذا بتحركات الوسطاء والمبعوثين لأن الحديث يدور أن وفدا أمريكيا قد توجه إلى القاهرة للمساهمة في عمليات تقريب أو الضغط على الأطراف من أجل العودة إلى مسألة تجديد وقف إطلاق نار مؤقت على أمل أن تفضل مفاوضات مجددا إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار كذلك كتاب القسام لم تشر في أي بياناتها ولا على موقعها الرسمي إلى الوقائع الجارية باستثناء تصريح قبل قليل إلى المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري الذي أوضح وقال بأن تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية لفني بأنها تصريحات قد روى على مصر أن ترد كتابة أو ترد مباشرة على هذه التصريحات عندما أشرت إلى أن هناك دور تعظم لمصر في الضغط على حماس تقترب أكثر من الموقف الإسرائيلي في مواجهة حماس والضغط عليها وأشار أبو زهري بالضرورة أن يكون هناك ردا مصريا على هذه التصريحات طالما أن إسرائيل استانفت عدوانها على القطاع وخمسة شهداء على الأقل حصيلة أولية ما حال الناس؟ هل من غادر المدارس الإنروا عاد إلى المدارس؟ كيف وضع الناس للبشر؟ كيف الآن في غزة؟ الوضع حقيقة مأساوي وقاسي وأوجاع وعذبات وتشرد وألام وضيع وإهدار لكرمة الناس هناك أكثر من 450 ألف فلسطيني حسب التقديرات التي تشير إلى وجودها في مراكز الإيواء أو بعض المواقع الأخرى والمؤسسات العامة هناك نقص كبير وحاد فيما يتعلق بمتطلبات هؤلاء مئات الألاف لا تتمكن أي جهة مهما كانت طاقتها وإمكانياتها اللوجستيكية والإمداد والإغاثة وهناك إشكالات عملية في الحاجة والضرورة الماسة لوصول المواد الإغاثية والدعم والإسناد عبر المؤسسات والمنظمات الدولية هذا ما وجهت له الأنروا عدة نداءات من أجل الحصول على دعم وتمويل وهناك بلدان دفعت بهذا الإطار سمعنا بأن الإمارات العربية المتحدة قد دفعت إلى الأنروا وكذلك بلدان أخرى هناك بعض المنظمات الدولية تحذر من كارثة صحية وكارثة بيئية في قطاع غزة بسبب التكدس مثلا للنفايات في الموضوع الإنساني والمعيشي هناك ما زال النقص الحاد في مياه الشرب في المواد كذلك الغذائية التي يمكن أن تتوفر لهؤلاء المئات الألاف في هذه المراكز إبقى معي سيف لو سمحت انضم إلينا من رمالله مراسلنا هناك ضياء حوشية لو يطلعنا على المشهد الفلسطيني فيها ما الجديد لديك ضياء لو سمحت نعم مسأل جديد هو أن المواجهات اندلعت هذا المساء في محيط منطقة الخدس وأصبرت نصابة من الفلسطينيين جراء استهدافهم بقنابل الغاز والصوت والعيرة المطاطية فوق شبان في منطقة القدس تحديدا في منطقة العسوية وجبل المكبر ومنطقة أطور لكن عند ساعات المساء كان هناك شهيد شاب وهو محمد القطري عشرين عاما وهو من زكان مخيم الأمعري استشهد جراء إصابته بعيار ناري في الصدر أطلقته عليه القوات الإسرائيلية بعد أن اندلعت في منطقة جبل الطويل في مدينة ألبيرا بين عشرات الشبان وقوات من الجيش الإسرائيلي بالخرب من مستوطنة بساقوت المقامة على أراضي أراضي السلسطيني في منطقة ألبيرا الشاب كان أصيب عقب مواجهة اندلعت هناك عند مدخل المستوطنة قبل أن تعتقله وعتقلته بعد إطلاق أدمر النار عليه بمسافة قصيرة جدا الرصاصف تقرت في الصدر ومن ثم قامت قوات من الجيش الإسرائيلي باعتقاله والتركة حسب شهود عيان ينزف قرابة الساعة وربما أكثر من ذلك وبعد ذلك فارق هذا الشاب الحياة وقامت قوات من الجيش الإسرائيلي بتسليمه إلى الاستباط الفلسطيني وبعدها أعلن عن وفاته على الفور الوضع حاليا متوتر موسى على الأرض جراء استهداف هذا الشهيد برصاصة استقرت في الصدر من المتوقع غدا أن يتم تشيع جسمانه تم الدعوة إلى إضراب لساعات منذ ساعات الصباح وحتى ساعات المساء في منطقة رمالة من المتوقع أن يكون هناك اشتباكات بين الفلسطيني لكن التطور الآخر كانت محيط هذه المستوطنة مستوطنة بساقوت بالقرب من رمالة كان هناك إطلاق من النيران حوضة تلك المستوطنة مما دفع الجنود إلى الانسحاب من أمام هذه المستوطنة والتمركز داخل المستوطنة وكانت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح أعلمت مسؤوليتها عن إطلاق الرصاص إطلاق النار خوضة تلك المستوطنة شكرا جزيلا لك أضياء حوشية برأس الغد العربي كنت معنا من رمالة عود إلى سيف سيف لو سمحت لي السناف هذا العدوان هل تم بالقصف الـ F-16 أم فقط بالمدفعية والدبابات المحادية على الحدود هذا تم بطائرات الـ F-16 والـ F-15 كذلك بالإضافة لعمليات قصف مدفعي وكذلك من قذائف الدبابات أود أن أشير هنا إلى أن الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسمه أشار إلى أن العمليات ستتواصل في قطاع غزة ولكن حجم الرد مرتبط بمدى حدة القصف من قبل المقاومة الفلسطينية وعلى ما يبدو أنه بالقياس مع ما جرى خلال الشهر المنصر بالكامل نحن في اليوم الثاني عمليا للشهر الثاني للحرب الإسرائيلية والعدوان على قطاع غزة بالقياس لا يمكن الحديث أن ما جرى خلال انتهاء فترة وقف اطلاق النار المؤقت بهذه الحصيلة على الأقل خمسة من الشهداء وثلاثين جريحا لا يقاس بأي يوم من مواضع خلال الشهر المنصرم الماضي لأعتبارات تتعلق بأن العشرات كانوا يستشهدوا على الأقل لم يمضي يوم خلال الشهر الأول دون أن يستشهد على الأقل من ستين إلى سبعين وفي بعض الأيام وصلت إلى مئة وخمسين ومئتين من الشهداء الفلسطينيين وبالتالي حدة المواجهة قد تكون مرتبطة بترقب إمكانية يعني تدخل الوسطى والجهود الخارجية تحديدا من القاهرة على وجهة أن يعاد التفاوض مرة جديدة أو تمديد مؤقت لوقف اطلاق النار لوصولا إلى الأهداف المنشودة في وقف دائما لإطلاق النار وفق المطالب لكن البون شاسع واضح ما بين الموقف الإسرائيلي يعني أفهم كلامك سيفي أنه من المبكر لأن الطرف الفلسطيني وحماس أعلنت نصرها على إسرائيل في عدوانها برغم ألف وثمانمائة شهيد برغم عشر تلاف جريح برغم نصف مليون مهجر وإسرائيل تعلن أيضا نصرها على حماس وتدمير الأنفاق هل هذه مرحلة إعلان الانتصار مبكرة أم تم استعجالها أم كيف؟ هي حسابات دقيقة للطرفين المقاومة الفلسطينية إن أردت أن توصف هذا الأمر بالانتصار وهي وصفت ما جرى بالوقائع والأحداث لكن القياس هو ذو شق واعتباري ومعنوي وليس الأمر متعلق بحجم الخسائر البشرية التي مني بها الفلسطينيون عندما نتحدث عن أكثر من أحد عشر ألف ما بين شهيد وجريح وما بين الخسائر البشرية الإسرائيلية لا تقاس حقيقة لكن هناك اعتبارات تتعلق بالقيمة الصمود يعني الانتصار الفلسطيني كما تراه المقاومة هو مرتبط بمسألة تكريس وتعزيز صمود الناس على الأرض وليس بمسألة حسابية مرتبطة بشكل مجرد بالأرقام بالتالي المقاومة الفلسطينية تعتبر أن الأهداف التي خرجت إليها إسرائيل وإيها أهداف محددة تحدثت على الانفاق وهذا لم يتم فعليا والمقاومة تؤكد أنها ما زالت لديها الكثير ثانيا يتعلق بأمر آخر وهو قضية إطلاق الصواريخ وما زالت الصواريخ تنطلق إسرائيل من جانبها تقول بأنها دمرت البنية التحتية الأساسية ما يتجاوز من 80% من قدرات حماس الصاروخية وكذلك دمرت الأنفاق بالكامل قبيلة أن تنسحب القوات البرية والآليات والمدرعات من المناطق التي توغلت فيها في قطاع غزة وبالتالي أن الطرفين يعتبران أنهما قد انتصر وبالتالي ترجمت ذلك عبر الإطار السياسي التفاوض الجاري عبر الوسيط المصري في القاهرة كل من الطرفين يحاول أن يحقق أكبر قدر من المنجزات والأهداف التي يراها مناسبة ارتباطا بهذا النصر لكن هذا الأمر بالتأكيد مرتبط بالوقائع بالميدان إسرائيل كان لديها سيناريو ثالث حقيقة فيما يتعلق بالوقائع أنها تنسحب وتبقى على الحدود كما قيل وبأنها سترد على النيران بالنيران وبأكثر حدة دون الوصول إلى أي صيغة تفاهمية هي عندما ذهبت إلى القاهرة فهمنا أنها أبلغت الجانب المصري أن ليس لديها صقف أعلى من ما جرى في نوفمبر في الحرب الثانية في نوفمبر عام 2012 وبالتالي ليس هناك إمكانية للحديث لا بمسألة المرفأ البحري الميناء ولا كذلك بالمطار أو بالارتباط بالضفة الغربية بممر أمن وكذلك رفضت مجرد الحديث عن أسرى شرف تفصيل شكرا جزيلا لك قال الوفد الفلسطيني أن محدثات القاهرة ستتواصل رغم انتهاء الهدنة وأنه سيجتمع مع المصدى المصريين اليوم من جانبها حتى تزارة الخارجية المصرية إسرائيل والفلسطينيين على سناف الهدنة في قطاع غزة للسماح بعودة المفاوضات من الجانبين عبرت في بياننا عن أسفها البالغ إزاء عدم الالتزام بمد وقف لإطلاق النار وبدء الأعمال العسكرية مرة أخرى وطلبت الأطراف بالارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم والتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في وقت أعلنت القاهرة تواصل الاتفاق حول معظم القضايا الرئيسية في مفاوضات غزة ولم يتبقى سوى بضعة مسائل عالقة ينضم إلينا من أريحة كبير المفاوضين الفلسطينيين دكتور صائب عريقات أولا مساء الخير دكتور صائب يعني دكتور صائب بالتأكيد أنت على اطلاع بما يجري في القاهرة نريد أن نفهم ما الذي يحدث في القاهرة هناك شبه مراوحة في المكان استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نعم مخموسة يعني واضح جدا أن السلوك التفاوض الإسرائيلي يعتمد على أن كعدتهم محاولة الإملاء محاولة ابتزاز محاولة الاستفزاز هناك حقيقة ورقة فلسطينية قدمت للشقاء في مصر وهذه الورقة استندت إلى اتفاقات موقع مع الجانب الإسرائيلي جميع التزامات على إسرائيل يعني عندما نتحدث عن فتح المعابر هناك اتفاق الانتقالي واتفاق 2005 الذي يلزم إسرائيل بفتح كل المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والبركبات المياه الإقليمية 12 ميلي إقليمي للسايدين لا يوجد منطقة تسمى منطقة عزل أو بفرزون أيضا بالنسبة للمطار المطار شغل في غزة ونزل فيه الرئيس كلينتون باتفاق إسرائيلي وكذلك حال بالنسبة للميناء سنة 1999 يعني عفوا دكار صايبوس محتلية عفوا يعني بالنسبة للميناء ولمطار هذه كان وافقت عليها إسرائيل بشكل مسبق قبيل المفاوضات بالقاهرة لا لا المطار شغل المطار سنة 1997 شغل 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 رسميا وكان هناك طائرات تقلع وتهبط في غزة وكان هناك خطوط فلسطينية قبل أن تدمرها إسرائيل يعني كلنا يذكر كيف كلينتون جاء واستقبلها الرئيس الراحل ياسر عرفات لكن ما أقصده ضمن المفاوضات الآن يعادة تشغيلها لا ما أقصده أخ موسى أنه يعني إسرائيل تصور الآن المطلب بميناء ومطار وكأنه شيء جديد ومطلب جديد للفلسطينيين هذا التزام على إسرائيل هذا حقق كان بإمكان المفاوض الإسرائيلي أن يأتي إلى القاهرة ويقول نحن على استعداد لتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة علينا الآنية الآنية تعني فتح المعابر لأنه هناك وضع إنساني مريع في قطاع غزة هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة هناك أربعمائة وخمسة وثمانين ألف شخص دون مأوى بحاجة إلى مآوي مؤقتة هناك عشرة آلاف جريح في المستشفيات دون أطباء يعني أطباء الفلسطينيين بذلوا جهود جبارة هلكوا يعني وحاجة ماسة إلى المساعدة من أطباء ومرضين ودواء وما إلى ذلك ليس هناك كهرباء ليس هناك مياه جارية المجارية طفحت في غزة وتستطيع إسرائيل أن تقول سنسمح لرفع كل الحواجز وإدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة من المواد الغذائية والدوائية والوقود والكهرباء والمياه طيب بالنسبة للميناء والمطار تستطيع إسرائيل أن تقول أن ألتزم في الاتفاقات وحال استكمال الحكومة الفلسطينية حكومة الأفاق الوطني استلامها للمساعدة في غزة سنعطيهم سيسمح لهم أو سيبدأوا في بناء التحديد لا تعتقدون دكتور صائب سلوك التفاوض الإسرائيلي نعم هذه التفاصيل سنأتي عليها دكتور صائب لو سمحتني حلمك عليه قليلا من الواضح أنه لا تلاحظون أن الصافرة الآن هي بيد حركة حماس ليس بيد حركة فتح وليس بيد السلطة الفلسطينية حماس هي من تقرر وما على فتح أو سلطة الفلسطينية أو لوفد المفاوض سوى إيصال الرسال لا والله شوف أنا يعني بختلف معك في هذه النقطة يعني الآن المسألة ليست فسح وليست حماس يعني فتح وحماس ولدتها من أجل خدمة الشعب الفلسطيني شعبنا في مأساحة غقية شعبنا في قطاع غزة مأساحة غقية والمفروض الآن من كل فلسطيني يعني أن يرى أنه ما نطلبه الآن لرفع المعاناة الإنسانية والكارثة الإنسانية التي حاقت بشعبنا في قطاع غزة هي الأساس الآن الآن الورقة الفلسطينية التي قدمت للمصريين قدمت أنا شخصيا كنت في الدوحة والاجتماعت مع خالد مشعل واتفقنا على الورق بالكامل وجميع المطالب الموضوع في هذه الورقة لم تأتي بأي جديد خارج إطار الالتزامات الإسرائيلية الآن السلوك التفاوض الإسرائيلي يذهب إلى القاهرة للاستفزاز للابتزاز للتصعيد للإملاء لأنه يريد ردة فعل فلسطينية حماس تطلق صواريخ جاء تطلق صواريخ والعالم يقول الجانب الفلسطيني كسر وقف اطلاق النار مما يعطي إسرائيل المجال للمزيد من العدوان أنا باعتقادي ذهبت إسرائيل بسلوك تفاوضي تصعيدي استفزازي ابتزازي لتحقيق هذه النتيجة الآن العالم أجمع وأنا على اتصال مع العالم بين في الإدارة الأمريكية الإتحاد الأوروبي سكرة العالم الأمم المتحدة وقلنا للجميع البطلوب الآن هو خلق توازن بين تثبيت التهدئة وتمديدها وتمديدها نعم تمديدها وبين رفع الحصار لتلبية الحاجات الأمنية لأبناء شعبنا في قطاع غزة يعني لا تستطيع إسرائيل أن تستمر في استخدام الوقود والغذاء والدواء كسيوف مصلطة على رقاب واحد وسبعة مليون فلسطيني وهنا التوازن هنا التوازن يعني إن إسرائيل تأتي وتقول بالنسبة للمنطقة العازلة نزيل 100 متر 2014 نهايته 100 متر أخرى سنة 2015 سنعمل تسهيلات على المعابر لعنى هذا سلوك يعني نحن عانينا الكثير الكثير من هذا السلوك الإسرائيلي وهم بالفعل عندما يريدون أن يضعوا الناس على الحيط بيستطيعوا ذلك من خلال مثل هذه الأسليب لذلك أنا بأتقادي هذه اللعبة يجب أن تكون واضحة للجميع وفدنا يجب أن يبقى يتحدث بلسان واحد وربعين واحدة والورقة الفلسطينية كما قلت هي ورقة متوازنة متكاملة مستندة إلى كل ما وفرت له الاتفاقات الموقع مع إسرائيل ما الحكمة من إضافة الدفعة الرابعة من الأسرة لشروط حركة حماس دكتور صائد؟ بالله مرة أخرى أخ موسى ما الحكمة من إضافة الدفعة الرابعة من الأسرة لشروط حركة حماس؟ أولاً كما قلت الورقة التي قدمت هي أعدت ليست شروط حماس وليست شروط الورقة التي أعدت أعدت بشكل مشترك ورقة تحدثة عن وقف إطلاق النار مع تحقيق انسحاب إسرائيل من كل محتل من غزة ثانياً أن تعمل إسرائيل على تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في 2012 والتي تشمل الفتح الحصار المعابر المياه الإقليمية إزالة مناطق العازلة أيضاً صفقة شاليط عادة هذه ووضعنا أنه لدينا دفعة ثالثة من الأسرة كمان يعني عندنا 30 أسير سلهم 30 سنة في السجن ووضعناها اعتداءات المستوطنين في الضفة ما أنا كمان بديش كمان أسوي يعني غزة بشيء منفصل عن الضفة ما أنا عندي كمان مصيبة في الضفة فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين فيما يتعلق أيضاً باستحقاق الدفعة الرابعة نحن وضعنا ذلك لأن هذا أيضاً استحقاق استحقاق وفقت عليه إسرائيل ونحن نفاوض الآن كطلب فلسطيني وليس حماس ومتح وجهات سؤال ثاني سؤال ثاني استغلوا جيداً دكتور صائل لو سمحت ما نشرته شبكة بولتير الفرنسية عن قضية سحب الشكوى للجنائية الدولية حطنا بهذه الصورة الناس تقول أنه بالأساس أنتم لم تقدموا أصلاً شكوى للجنائية الدولية وحماس وجهات يعني ضوء أخضر فما القصة يعني لا يا سيدي سيدي هناك استعدادات جاري الآن ليوقع سيدة الرئيس محمود عباس على وثائق الانضمام لمحكمة الجنائية الدولية حيث تصبح دل فلسطين عضو هذا يتطلب ثلاث رسائل معدل الآن الرسالة الأولى للسيد بان كيمون سكرتير العالم المتحدة الإعلام بذلك الرسالة الثانية هي توقيع ميثاق روما بكل بنوده والتزام فيه والرسالة الثالثة هي الالتزام بالمدة 12 فقرة ثلاثة من المثاق هذه حقيقة أما ما يثار هناك جهود حقيقة تحاول البوصلة عن مجازر ارتكبتها إسرائيل في غزة ومصائبنا في غزة والكرثة الإنسانية في غزة وعندما حققنا أن نحقق شيء من وحدة الحال بوفد مشترك بورقة مشتركة نجد أن هذه الأخبار تسرى بأنه لغينا أمر في محكم ما قدمناه للمحكم لسه طلب وزير العدل وطلب مدع العام موجود في محام فرنسي يقدمه هذا يستطيع أصحاب المحام يقدم الفرنسي وعندما يجي يقول لك حماس بتضرب الشلاليت وتسوي الانتفاقات ويعملها القضية خلي البوصلة الفلسطينية مرة هذه مركزة على ألامنا على سرعة البوصلة الفلسطينية ولو 30 ثانية يسمح لي المنتج فيها معك قضية الموقف والحضور العربي وتدخل إقليمي في مفاوضات القاهرة هل صحيح بأن اليد الضاربة في القاهرة أو الفاعلة في القاهرة هي اليد التركية دور القطر التركي في ذلك لا أريد أن أقول لك يعني شوف هل هناك تجاذبات في المنطقة موسى في تجاذبات يعني بين تركيا وبين مصر وبين قطر وبين مصر وبين الإخوان المسلمين وبين مصر في تجاذبات نحن في حديثنا الآن مصر لا تصنع قرار لنا ولا تركيا تصنع قرار لنا أنا كنت في الدوح وكنت في تركيا مع السيد الرئيس وكنت في القاهرة وقلنا لو تضع هذه الجاذبات جانبا لأنه لا يعقل أن تكون الجاذبات تولد وتحكم بالدم الفلسطيني توليد هذه المسألة خطأ جدا وبالتالي لا تركيا وقطر ومصر وسعودية والأردن وكل الدول العربية ألقت بكل ثقلها خلف الجهد المصري أنا كنت في الدوح وكنت جالس جنب الدكتور خالد العطية وزيخ عشيدة قطر واتصل مع الأخ سامح شكري وقال له نحن خلفكم ونحن معكم وكذلك فعلت تركيا أكثر من رسالة ورسلت وهذه الحقيقة الآن لذلك التجاذبات هي قائمة ولكن نريد للبوصلة أن تكون مرتكزة على أن من يقتل ومن يرتكب الجرائم ومن يرتكب جرائم الحرب هي حكومة إسرائيل وهذه الحقيقة شكرا جزيلا لكم دكتور صائب ريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كنت معنا من أريحة شكرا جزيلا لك من القاهرة ينضم إلينا كاتب المحلل السياسي الفلسطيني أحمد زكارنا أستاذ أحمد عندما نرى هذه المفاوضات تراوح مكانها نرى عدوان إسرائيل يعني يستأنف ولو بضحايا أقل هذا يوحي بأن المشهد العام هش على المدى القريب والبعيد المشهد العام أخي موسى على الجانب الفلسطيني ليس هش ما بين المقاوم والمفاوض هناك دماء سالت وهناك دماء تسيل ولكن نستطيع القول أن المفاوض الفلسطيني يقوم بما يقوم به المقاوم الفلسطيني ويتمسك بالشروط والمطالب الفلسطينية ولكن علينا الانتباه جيدا أن الإسرائيليين يحاولون ابتزاز الطرف الفلسطيني من خلال اللعب على ما كان ما هو قبل هذا العدوان الإسرائيلي وهو حالة الانكسام التي انتهت بحكومة طوافق وطنية وبالتالي على الإسرائيلي أن يرى ما هو على الأرض ويقيمه جيدا وسيأتي الساعة وستأتي اللحظة التي سيوقع فيها الإسرائيلي سواء شاء أم أبا هذا التوقيع طيب فيما يتعلق بالوساطة المصرية وحالة ربما اليأس الذي قرأناه اليوم في بيان الخارجية المصرية التي عبرت عن أسفها بتجمد المفاوضات أصلا يعني عزامل أحمد نقل عنه اليوم قال لا يوجد أي رد إسرائيلي حتى الآن على الاتصالات التي أجروها مع المصريين لكن المشهد العام هذا الراعي المصري وحساسية علاقته مع حركة حماس بالذات يعني ربما على مبدأ ومن نكد الحياة على الحر أن يرى عدو الله ما من صداقته بد يعني ألا يؤثر على مسار المفاوضات ولا لا لا هو بحقيقة الأمر الموقف المصري جيد ولا يؤثر الإسرائيليين يحاولون اللعب على هذه الخلافات المصرية الحمسوية ولكن الورقة اليوم هي ورقة فلسطينية وليست ورقة حمسوية كنت أستمع إليك والدكتور صائب قبل قليل والحديث عن أن حماس هي من تضع الشروط لا يا سيدي حماس تقاوم إلى جانب الجهاد الإسلامي إلى جانب كتائب شهداء الأقصى إلى جانب كل الكتائب والعسكريين الفلسطينيين الذين يدافعون عن الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطيني وكذلك الأمر المفاوض الفلسطيني في القاهرة هو يدافع عن الكل الفلسطيني ولا يدافع لا على حركة حماس ولا على حركة فتح في غزة هناك شعب اسمه شعب فلسطين هناك جرحة وصل عددهم أكثر من عشر تلاف جريح ومصاب هناك نصف مليون مشرد الآن نحن نتحدث عن ما يقارب أو تعدل ربما ألف وتسعمائة شهيد يعني هناك حالة فلسطينية من يتحدث في القاهرة يتحدث باسم هذه الحالة ويجب على المقاوم الذي يقاوم على الأرض أن يدافع عن الكل الفلسطيني ولا يدافع عن حسب أو فصيل ولا نتهم أحد هنا بل بالعكس نحن نقول أن حالة التناغم وحالة الوفاق الوطني التي تمت ما قبل العدوان والتي هي تجلت في الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة هي حالة جيدة ويجب البناء عليها وهي بالفعل حالة جيدة جدا جدا شكرا جزيلا لك الكاتب المحلل الأسياسي الفلسطيني أحمد زكرنا كنت معنا من القاهرة ملفات متواصل وفيه بعد قليل واشنطو تعلن عن شنها غارتين جويتين جديدتين على أهداف للتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وتصعد الضغوط على المالكي لمنعه من الترشح لولاية ثالثة